ازايكم يا جماعة واهلا بكم في فيديو جديد في فيديو النهاردة هقولكم سبع مميزات موجودة في الايفون 12 برو ماكس مش موجودة في اي ايفون تاني يلا بينا قبل ما نبدأ الفيديو حابب بس افكركم ان احنا هنا في القناة بنتكلم عن التكنولوجيا بشكل عام واجهزة قبل بشكل خاص فلو انت مهتم بالنوع ده من المحتوى ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك جديد الفيديوهات خلينا نبدأ باول ميزة من مميزات الايفون 12 برو ماكس وهي الشاشة شاشة الايفون 12 برو ماكس هي اكبر شاشة موجودة في اي ايفون حاليا حجم شاشة الايفون 12 برو ماكس هي 6.7 انش وما تقدرش تاخد الحجم ده على اي ايفون تاني غير الايفون 12 برو ماكس تاني ميزة موجودة في الايفون 12 برو ماكس هي البطارية وبغض النظر عن ساعة البطارية كان بالزبط ولكن بطارية الايفون 12 برو ماكس هتديك اداء خرافي البطارية الوحيدة اللي ممكن تكون افضل منها ولكن بحاجة بسيطة هي بطارية الايفون 11 برو ماكس ولكن عمر بطارية الايفون 12 برو ماكس ممتاز جدا وهيبديك احسن تغربة بطارية في سلسلة الايفون 12 ثالث ميزة موجودة في الايفون 12 برو ماكس هي الكاميرا الزيادة الزوم الايفون 12 برو ماكس بيجي بتلك كاميرات بالاضافة لسنسور اللايدار طبعا الكاميرا الوايد والكاميرا الالترا ويد وكمان بيجي بالكاميرا الزوم والسنة دي الكاميرا التليفوتو او الكاميرا الزوم بتديك زوم 2.5 اكس يعني مرتين ونص تقريب بصري حقيقي والموضوع ده بس مش هيكون مفيد انك تعمل بيه زوم كمان هيكون مفيد انك تقدر تعمل بي صور بورتري احترافية اكتر من الكاميرا الوايد واكيد دي حاجة ممتازة جدا وكويس انه قبل عملتها الميزة الرابعة بقى هي سنسور الكاميرا الاسسية قبل بتقول ان السنسور بتاع الكاميرا الاسسية هيجي بـ 70% اكبر من السنسور اللي موجود في الايفون 11 برو ماكس وده تطور رهيب جدا والسنسور الاكبر ده ممكن تلاحظوا ان حجم العدسات بتاعة الايفون 12 برو ماكس اكبر من الايفون 11 برو ماكس واكبر حتى من 12 برو ماكس الصغير وموضوع السنسور الكبير ده مفيد في حاجات كتير جدا ابرزها طبعا انك تقدر تاخد تفاصيل كتير وكمان دينامي كرينجي احسن وكمان تقدر تستفيد به انك تقدر تعمل بوكا طبيعية للصور يعني لو صورت جسمه قريب من الكاميرا الخلفية اللي ورا الجسم ده هتكون بلوري بشكل طبيعي جدا مش فيك زي الصور بتاعة البرتريق للايفون او اي موبايل تاني بيعملها ومزايا ان السنسور يكون اكبر كتير جدا وطبعا الناس اللي بتصور او محترفة في التصوير هتعرف ان السنسور الكبير افضل بشكل عام الميزة الخامسة بقى في الايفون 12 برو ماكس هي تقنية السنسور شيفت الجديدة اللي قبل قدمتها الميزة دي مش موجودة في اي ايفون تاني غير الايفون 12 برو ماكس حتى الايفون 12 برو الصغير الميزة دي مش موجودة فيه طيب ايه هي الميزة دي قصلا وبتعمل ايه؟ الميزة دي باختصار هي بتخلي السنسور يتحرك عشان يلغي الاهتزاز بتاع ايدك التقنية القديمة اللي قبل كانت بتعتمد عليها واللي هي موجودة حاليا في الايفون 12 برو الصغير وجميع الايفونات التانية هي التثبيت البصري من خلال اللينس يعني اللينس نفسها بتتحرك عشان تلغي الاهتزاز اما دلوقتي السنسور نفسه بيكون عايم وبيتحرك فبالتالي الااهتزاز هيكون افضل بشكل عام في الايفون 12 برو ماكس عن الايفونات التانية وده يفيدك لما تيجي تصور صور بالليل وكمان لما تيجي تصور صور او فيديوهات بالنهار وانت بتتحرك يعني لو انت بتصور فيديو وانت بتتحرك كأن الموبايل موجود على جيمبل الجيمبل ده اللي هو بتمسكه في ايدك وبيلجي الاهتزاز دلوقتي الايفون 12 برو ماكس الاهتزاز فيه بقى افضل بكتير دلوقتي الايفون 12 برو ماكس تقدر تتحرك براحتك والصورة هتطلع ستة جدا او الفيديو هيطلع احترافي جدا الميزة الستة بقى واللي اعتقد ان ناس كتير ما تعرفهاش هي ان الصوت في الايفون 12 برو ماكس افضل من جميع الايفونات اللي سباقته والصوت في الايفون 12 برو ماكس افضل من الصوت في الايفون 12 برو حتى الصغير وافضل حتى من الايفون 12 العادي واكيد من الايفون 12 ميني طيب ايه السر في الموضوع ده؟ السر ان الموبايل حجمه كبير فبالتالي قبل كان عندها الارياحية انها تقدر تطور الصوت بشكل احسن من الايفونات الصغيرة هو صحيح ان التجربة الصوتية بشكل عام مفيش فرق بين الايفون 12 برو ماكس والايفون 12 برو العادي ولكن البيز وعلو الصوت احسن بكتير في الايفون 12 برو ماكس سابع واخر ميزة بقى هي ان النوتش في الايفون 12 برو ماكس بتبدو اصغر يعني ايه بتبدو اصغر؟ بسبب ان حجم الموبايل كبير جدا وحجم الشاشة بتاعت الموبايل كبير فبالتالي النوتش تحس انها اصغر من الايفونات التانية لان عندك مساحة يمين وشمال النوتش اكبر من الايفونات التانية خليني اوريكم تجربة عملية للموضوع ده نفترض ان احنا صغرنا حجم الايفون 12 برو ماكس ده لحد ما نخلي الحواف بتاعت اليمين والشمال تبقى لازقة في النوتش بالطريقة دي هتحس ان الحواف بتاعت الموبايل كبيرة ولكن خلينا نقبر الحواف مرة تانية ونشوف هل الموضوع ده هيفرق ولا مش هيفرق واكيد زي ما احنا شايفين الموضوع فارق جدا فبالتالي لما حجم الشاشة يكون كبير هيكون عندك امكانية ان النوتش تبان اصغر عشان كده انا شايف ان تجربة الشاشة في الايفون 12 برو ماكس تجربة ممتازة جدا وبس كده يا جماعة لحد هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى يارب يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشيري الفيديو لو عجبكم كمان ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلوكم جديد الفيديوهات سلام